موسيقى بعد ما تكلمنا عن عودة الجمهور كان لازم يقع معنا حد الجمهور بيعشقه نجم، مراوغ، قناص، رمانة ميزان الكورة المصرية معنا السقر أحمد حسن ازاكا كابتن؟ ازاكا عمار، بقى اكي منورنا؟ بنا خليه كابتن فلأقول طبعا انا عايزة بريك لك اقول لك ان شاء الله موفق ويمكن انا بقول من زمان كان نفسي ان يكون فيه حاجة بالشكل ده بينامج بالشكل ده عالله بس اتكمل ده المهم ويسيبوك في حالك طبعا انما كان مهم يبقى عندنا حاجة زي كده عشان تكم التناقض اللي موجود في رياضة والاسفاف اللي احنا بنشوفه ان حد يقول للناس دي خلي بالكم احنا عادل لكم كابتن احمد انت شايف التناقضات كتيرة في الكورة في مصر فمحتاجة حاجة تفرمي لها شوية؟ طبعا يمكن كتيرة وزيادة عن اللزوم والناس واضح انها ما بتبقاش واخد بالها فاهم انها لوحديها اللي على الساحة ومفيش حد متابع ومفيش حد شايف فانا بقولك ان حاجة زي كده انا اعتقد ان الناس بعد كده هتعمل حسابها مليون مية لان فعلا احنا بنشوف كم تناقضات وكم نفاق وكم اسفاف غير عادي لان الناس متوهمة او البرامج دي متوهمة ان هم خلاص هم بعد ما بيخلصوا الناس ما بتتبعش الناس ما بتجيبش اه ممكن يكون السوشال ميديا بين الشوية ولكن لما يكون في بينامج بالشكل ده اللي هو بقى انت بتجيبه بشكل كويس وبشكل محترم انت في النهاية بتقدم الصورة والصورة الاخرى بشكل محترم اه فيه نوع من انواع السخرية ولكن مقبولة في النهاية انت بس عايز تقول للناس لا خلي بالكم انتوا كمان انتوا فيه عليكم فيه ركابة تا النهاردة كمان اعراض اشخاص انت بتخط فيها يعني بصراحة شيء محزن احنا كاردين وما نحبش ان يكون ده موجود عندنا فانا اتمنى ان شاء الله ان انت تقدم الصورة بشكل حلو بشكل زيف اه بشكل الناس تبقى اه مبسوطة بيه وفي نفس الوقت يعني اتمنى زي اقولك اني طبعا ما تعملش عليك حملة يعني جهز بقى محميين كتير واضح ان انت محمل منهم هتبقى متابع اول لبرنامجنا لا خالص والله مش محمل انا بالعكس والله بس انا زعلان يعني زعلان وحزين لاني مش هي دي مش هي دي سمات رياضيين ولا هي دي سمات رياضة رياضة سماتها اعلى وانقى من كده بكتير لان احنا بقينا نشوف دلوقتي حاجات للأسف اني بقت الناس دلوقتي عايزة تقعد انا عايزة بقى اعلامي ومعروف فاللي هو اضوى على الاصارة اضوى على المشاكل اضوى على الشتايم اضوى على ان انا عمل فقرة محببة للناس فيها شتيمة وفيها لتدب عشان اجيب اعلى نسبة مشاهدة مش كويس يعني مش حابين ده انا مش محمل من حد بالعكس كلهم ناس اصدقائي وكلهم ناس صحابي بس ان شاء الله موفق طبعا لازم اتابع بنامك ولازم اتابع كل واحد عشان ايه تقول له خلي بالك انت كنت بتقول ايه ما يصحش كده طبعا جاهز للاسئلتنا جاهز للاسئلة طيب مبدئيا بقى موضوع الالقاب ده السقر طلعت امتى وازاي وفين طلعت امتى طلعت فتوكية فايق باشكتاش هو فايق السقوة لان اللوجو بتاع باشكتاش هو السقر رمز السقر فهو اسمه فايق القيطال ده يعني بالتركي اللي هو السقر طيب لقب السقر ده يعني كمل معاك بقى يعني ولادك مبسوطين مثلا بحاجة زي دي مبسوطين طبعا وناس كتير بتنديلي باللقب ده يعني ناس كتير بتنديلي يا سقر مبسوط والله يعني في ناس كتير كمان انا بحبهم منهم يعني يعني بحب يعني انت بتخش البيت يجروا عليك بابا السقر يجي بابا السقر لا اقول لك على موقف الصيف كان حسين السيد لسه طالع معنا وانا في الاهلي فطالع معنا لسه ناشئ صغير فهو مش عايف يقول لي ايه فانا بجري بالكورة كده روح جنبي فعايزنا بصيله كده فكابتن سقر كابتن سقر توقف وانا ويف تضحك فالله هو يعني عايز يقول لي كابتن احمد فقال لي كابتن سقر عشان هو اللقب بتاعي وكده ما بقى مبسوط طبعا بي اه طبعا اولادي يعني مبسوطين بي ايه وانا كمان بقى مبسوط بالله كبير اسئلة بجد بقى بجد بجد اه اسئلة بجد بقى يعني اسئلة كلها خبس كلها خبس احمد حسن برا الملعب يفرق ايه عن احمد حسن جوه الملعب لا كتير اه تلاقيني شخصية تانية مختلفة خالص وانت شايفه انا فاكك معاك على الاخر يعني حتش توقع ان انا ممكن اكون كده خالص يعني انما بقى الملعب تلاقيني كاراكتور تاني خالص يعني شخصية تانية خالص السؤال التاني ده خبيس خلي بالك من السؤال ده هل تجربتك الاحترافية اصارت في تكوين شخصيتك ولا احنا العرب بناخد من الغرب اللي ينسب فكرنا وبس هو سؤال الاولابي عرف انت يعني اصارت في شخصيتي وساعدتني في حاجات كتير ولكن هو في الاساس لا انا كان عندي تطلعات وكان عندي اصرار ان انا لأ عايز اريح اكمل بشكل مختلف فعايز ان انا يكون عندي طموحي وانما احنا عندنا مشكلة احنا مش يعني عاداتنا وتقاليدنا وحياتنا مش سهل ان احنا نتعامل مع الاوربيين وسهل ان احنا نتعايش معاهم او نكون زيهم كده طيب تكلمنا عن جونك في 98 هو اللي عرف الناس احمد حسن نقلك بيها في حياتي مهم جدا جدا البطولة دي نقديت بشكل كويس وده كان تتويج لمجهودة طول البطولة كانت الحسام حسن لما بتشوفه بعض بتقوله البعض ايه يعني بتقوله ازاك عميد بيقولك والله انت اللي عميد ولا بتعمله ايه هو يقول انت عميد هو اه اه ما ليه يقول لنا انت العميد طبعا لازم لا بنشوف بعض عادي بنسلم على بعض عادي ولا هو ما عندوش انه هو يقول ان انت العميد هو مش مكتنع لحد الوقت لسه اننا العميد زي ارقام ما فيهاش حاجات ما فيهاش مكتنع ومش مكتنع دي حقيقة هي ارقام فعلا وانا حتى انا بقول كده انما بالعكس يعني انا طبعا كابت حسام قيمة كبيرة وعلى المستوى الشخص انا بحبه وانما لما بقبله بقول له بابان هو عنده لقب بابان احنا ممكن نكمل حلقة كلها نقول لك يا عمد ايه عمد انما شيء كويس طبعا انا قلت قبل كده ان اتنين يوصلوا للقب عميد لعيب العالم طبعا ده شيء كويس وشيء طيب انما زي ما انت قلت هنا بالاعقام هو دلوقتي عميد لعيب العالم هو احمد حسن كابتان احمد حسن فكرت اتمثل اه والله يمكن ممكن اخد التجربة دي في الفترة اللي جاية وكان طبعا كان من فترة كده طويلة اوي كان جالي عود بس انا كنت بالعب وقتها ما كانش ينفع طبعا وقيد ان انا اخد التجربة دي وقيد ان انا ممكن مخدرش فيه حاجة فيه فكة يعني ممكن فترة جاية ممكن تتم وممكن ما تتمش يعني وحد يعني يعني انت مش من ناس اللي بتتكسف او بت لما بتسمع صوتها على الهوى فيه ناس لما بتسمع صوتها على الهوى بتحس مين ده يعني انا من نوع اللي ممكن بستغر بصوتي يعني بستغر بصوتي وبستغر بلدرة كمين بتاعتي يعني انا بحس ان انا بتكلم انا سليم ايه اللدرة دي تلع up دلد غدي دلوقتي تلعت موضة بقت سيكسي دي اللي دفاحة آدم وزي أنا بقى بستغرب لوقتي البيت بتتحب إيه واحد يبقى قال دغياء واو كده سوه من زمان مش من دلوقتي ده قديم عميد بقى سمعنا لك كده في كذا حوار أو كذا لقاء يعني سمعنا في كذا لقاء طلعت غنيت بدندن يعني بدندن يعني بحب كده مع نفسك يعني أنت أصحب بالغنى؟ ما أنا قلت لك أنا بقى الملعب حاجة وبقى الكاميرا حاجة تانية خالص لقيني شخص مختلف تماما على الناس بتشوفه لا يعني لو على الغنى انت جيتلي في حتتي استنى بقى كده امسك دي حاسب تطير بس عشان دي تكتف ولا يا دي هليم أنا؟ نعم عشان بس بتربط فكاة معايا فكاة كام سنوانا يا بليل الله كله ده سنان للمنز خد نفس خد نفس كده إيه لقى لا تاني ده كويس أوك كده هموت هموت واحدة طلعت خلاص والله سمعتها دوزن أغنية الأغنية لا والله لازم الأغنية يا يا كبتن أحمد يا كبتن أحمد يا يا كبتن أحمد يا كبتن أحمد يا كبتن أحمد بياخد عيلته بياخد أولاده بياخد زي ما قلت عيلته كلها هو وقيح كأني بالزبط يا حسيني ما قوي مصح هو وقيح استمتع غير عندنا هنا عكس عندنا هنا هنا طبعا شايف دلوقتي يبقى الموضوع في صعوبة الناس بتروح عشان ممكن يبقى فيه اشتيمة للخصم اشتيمة للمسؤولين يعني الموضوع اختلف تمام بس أنا يعني ما هو أكيد وسط الناس دي فيه ناس بتبقى عايزة تروح تشجع ومبسوطة بفرقتها الناس اللي اتخذت في الرجلين دي المفروض احنا جايين هنا بندفع عنهم بص يا عم هقولك بالزبط طبعا يعني لا أنا مش أنا أكيد طبعا فيه ناس كتيره ناس قويسين وناس كتيره طبعا ناس محترمة جدا جدا إنما خليني خليني أقولك إن لازم الناس يبقى فيه وعي بالنسبة لي لازم تفهم أنا رايح أتفرج على مباراة كورت كده ما هستمتع وشفنا الجمهور ده في 2006 لو تفتكر في كاس أمم 2006 شفنا قد إيه جمهور كان مميز جمهور كان بيجي كان جمهور مختلف هو فعلا جاي عشان يستمتع كانهم طلعين رحلة للمطشاط اللي هم بيريحوها نفسينا طبعا إنه رايجع الجمهور ده نفسينا طبعا إنه الناس يبقى ملتزمة إن الناس رايح حتى تبقى فاهمة أنا رايح النهاية ده شفت حتى في البطولة الإخيات بتاعة الهندبول عائلات بطوح هو ده اللي إحنا عايزين كانت من أظام شكل يعني راقي طب ده ده يرجعنا الحتة تأمين المباراة ماتش زي اليد اتأمن بكل سلام وكان ماتش يعني اتلعبه وسط جماهير كتيرة التأمين يعني يا كابتان أحمد انت لعبته برا فرق المعاملة أو فرق التأمين من برا وبين جوه مختلف تماما أي حد بيروح برا يعني المفروض بيشوف معاملة بيرجع هنا يقول لنا ده أنا هناك بيعملونا كذا بيعملونا كذا لا عايزنا تكلم يعني خلينا تكلم بصرح طبعا عشان الناس توصل وجهة النظر وما بحبش أنا ايه الحلول اللي هي فيها مياع شوية اللي هو عايز انت عايز تكسب الجمهور فالله هو لا خلينا أقول لك ان الناس باية بتلتزم فبالتالي هو بيلاقي المقابل قدامه هنا بيبقى فيه عدم التزام يعني بمعنى مباراة الاهلي والزامالك اللي أقيمت في دبي او اللي أقيمت في الإمارات جمهور المصر يقول له احناك قبل انه هو يتفتش قبل انه هو ما يدخلش بأي حاجة لا مياه ولا اي أكل ولا الكلام ده كله ولا اي حاجة من الحياة دي كلها قبل هناك نعم هنا في مصر ما يقبلش يقول لك لا أنا ما تفتش لا أنا أنا ما حدش لي انه هو يسألني فين تسكرتك وفين حاجتك كده دي المشكلة الناس هناك بقية بيبقى فيه التزام لو تبص هناك في الدوري الإنجليزي وانت بتفاجع على الدوري الإنجليزي تلاقي دايما شركات الأمن كلها بتبقى بصة على الملعب لو فيه حد بيقوم من الجماهية بيقوم ساعة الهجمة فقط لغير انه ما ينفعش واحد يفضل وقف طول المباراة ليه لانه هو فيه واحد وقف بيشوف فما ينفعش يقف أداية عليه فهنا دور التوعية وهنا الالتزام أنا ليه حقوق باخدها وعلي واجبات لازم ألتزم بيها القانون كابتن أحمد لو تطبق على كل هيبقى فيه مزان مزان الناس تعرف يعني أنا عارف ان دا هيتطبق علي وعارف ان يتطبق على دا وعارف ان يتطبق على دا فساحتها هلتزم عايز القانون يتطبق يبقى لازم يتطبق على المسؤول الأول لان احنا عندنا مسؤولين في رياضة النهاردة هم أساءل رياضة طبق عليهم الأول القانون وبعد كده برضو لازم تعامل الجمهور لان الجمهور النهاردة في الأول وفي الأخر برضو ممكن يقول لك الله طبق ما انت ما فيش حد بيتطبق علي القانون هتطبق علي القانون ليه أنا معاك تطبير قانون مهم وواجب ما ينفعش النهاردة للأسف للنهاردة بنلاقي في بعض ناس من مقدم البرامة البرادية النهاردة لما بيحصل أي تجاوز من الجمهور تلاقيهم يطلعوا يدفع عنهم بدون واجه حق وده أكبر غلط لان النهاردة لو الجمهور أخطأ يبقى لازم يحاسب ولو شركات التأمين أو الدخلية أخطأت يبقى هي كمان لازم تحاسب ولكن ما ينفعش النهاردة ان أنا طول الوقت أنا المدافع مثلا الجمهور يعني فيه ماتشاط مثلا ماتشاط المنتخب لما بنحدد نقول أو ماتشاط أي نادي فيه خمس تلاف أو عشر تلاف لو جاء عشرين تلاتين ألف يبقى إيه اللي لازم يحصل هنا يا إما يبقى فيه تعامل يا إما يتسابوا ويدخلوا وممكن هنا تؤدي لك هذا فهنا تلاقي ناس تطلع تقول لك مدافعين لأ أو زي وإيه الجمهور ما تحهمهمش من الدخول ما تحهمهمش فيه قواعد وفيه قوانين لازم ينطبق وزي ما أنت قلت لو القانون النهاردة تطبق على الكبير أنا أعتقد أن كل واحد هيرجع نفسه مليون مليون إحساسك إيه لما يبقى فيه جمهور في الملعب مالي الاستاد يعني حضرك لعبت قبل كده قدام تمانين ألف مشجع أكيد الموضوع مش مختلف تماما لما المدرجات بتقفضي بص يعني يعني عايف إنت إحنا الدوي بتاعنا دوي صامت يعني بجد شيء يحزن عدم وجود الجمهور فعلا إنت إحساس إن فيه جمهور موجود في الملعب ده أو اللعيب كنت القدم هو لما بيلعب زي هقول لك الحاجة مثل بسيط طلع النهاردة مطيب كده يغني كده لنفسه كده على المصح حد ههو هيبقى حس إن ليه وجود شابه لي وجود بسيط المدير فني مع عبت رجيت وكنت لاعب دايما كنتش لاعب لا ما تأيتش يعني فيه ناس قالوا إنه هيبقى 99% كابتر أحمد حسن هيبقى لاعب ومدرب بالظبط يعني حتى الموضوع كان غريب اللي هو يعني إزاي هبدل نفسك وتخش وتقفش على نفسك وشميعني أنا كل مرة ببدل أيوه نبي فيه دا فيه حالة أتعملت علي مش شكل دا خلي بالك ليه كل مرة ببدل نفسك فيه حالة أتعملت علي بس الموضوع دا وبيضو كانت حاجة بس أنت ما تأيتش لا ما تأيتش لا ما تأيتش لا ما تأيتش لإني حسيت إني لا مش يمكن كنت حابب إن أنا أخوض التجربة دي وكنت حابب إن أنا أجي على لعب تاني ولكن حسيت إني المتعة مش موجودة أصلي برضو الإحساس غريب يعني إزاي أنا مدير فني إزاي بقى مدير فني والعيق يعني أكيد هحط أنا اللي هشوتت بلينات فأولات التوانتاشر كلها أكيد هحطها أنا اللي هلعبها واللي مش هيبصيلي مش هيلعب واللي مش هيبصيلي مش هيلعب وأبدل نفسي بقى في أي وقت وتعبت وأطلع نفسي إزاي موضوع مش منطقي لا أو كمان أنا مش هيبديل نفسي خالص ده أنا هلعب وطول الوقت مش هيبديل إزاي لا هي بص هي ما فيش فيها مشكلة أول موضوع مش جديد هو الموضوع هتعمل قبل كده يمكن فياللي كان ميسك قبل كده ممكن طلب بس من غير معطعة طب يعني أنا حاسس إن إحنا ما عزلناش عليك بحاجة وإيه إخد سأميني كده يعني إحنا إنه ما عندناش بقى في رابتشينه وكلام ده بص هتلاقيني هتلاقيني بساعدك في أي حاجة ليه بقى هتقول لي هتلاقيني بساعدك في أي حاجة ليه بقى عشان أنا حابب أنت اله عايزة متعة عايزة نتشقلب عشان لا قصة تبقى ايه ده قصة حب بان تلازين ايه بقى قصة اليوستفندي لا دي قصة كبيرة يعني ده ده اولا انا كنت عايش برا واليوستفندي ده ما كانش بيتجاب في الامارات فالناس بتيجي من السفر جايبا لك بقى حاجات شنط بقى مليانة انا فيه كان فيه كيس كده يوستفندي وكان رطيف كده وبيحبك وسهل ويتحب يوستفندي من غير بيزة احسن على فكرة ما اجلقش ده اكل ولا كلم لا اكلم اكل بعد تجربتك مع بترجيت انت قلت ان انت لو جايلك زمايك واهلي تدرب اتدرب اهلي ده حي لا ما قلتش كده للأسف اني اتقولت كده وللأسف النزام بقولك اني في بعض الناس ان هما ما بياخدوش بالهم ان الناس متابعة والناس شايفة دي كانت نادوة بالنسبة لي فلما تقال السؤال قلت النادي الاهلي والنادي الزمالك والنادي اسماعيلي اكيد شايف لأي حد ان هو يمسك التلاتة اندية الكبار دول ما حددتش اي نادي من التلاتة يعني انا قلت شايفة طبعا اتنقلت ان انا بفضل الاهلي عن اي نادي موجوده كده طبعا النادي الاهلي طبعا اي حد يا تمنى طبعا تدريب النادي الاهلي بس الهدف من هو هدف بسوء نية يعني مش ان هو ينقل خبر بس خلص يعني عدى الموضوع وكده فيك لشي كده ان الاهل والزمالك بيدربهم اجانب وان المصريين ما بيحققوش انجازات كبيرة معهم على عكس المنتخب يعني شوفوا المنتخب مصر كابتن الجهري كابتن حسن الشحاتة معظم الانجازات مع ان هي نفس اللعيبة بص يعني هو ليه بيفضل مدائب اجنابي في الاهل والزمالك نظرا للضغوط لان الضغوط بتبقى جديدة فالمجالس اللي ده يقول لك ايه اجيب مدائب مدير فني اجنابي واشي للضغوط من علي نجم الكورة يا كابتن احمد بعد الاعتزال بيبقى قدامه تدريب بيبقى قدامه ادارة بيبقى قدامه تحليل ويمكن يعني سكة التحليل دي الناس بتبقى شايفها سهلة بس انا عن نفسي ببقى يعني مختلف شوية مع الناس اللي بتحلل دي لان هم كتروا ده رقم واحد رقم اتنين بنلاقي واحد زي مثلا خليله فديجة ده بيحلل لميسي وبيقول له اعمل كده ومتعملش كده دي ما فاشتا ناخد شوية ان انا يبقى مستوية اصلا في الكورة معداش خمسين في المية من مستوى اللي بحلله ده بحلله 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 طب اسمها ايه؟ بقيمه بقيمه محترف وكده والله محترف لا هو طبعا الدنيا اختلفت طبعا كان في الاول لعيب الكورة المبطل بيتجه للتدريب دلوقتي طبعا بقى فيه استوديوهات وفيه بقى استوديوهات كتير دلوقتي والتحليل زي ما انت بتقول سهل بس مهم فعلا الاختيار انت بتجيب مين ومدى النجوميته ومدى لان برضو مهم ان اللي يقيم هو كله يكوع لان بيبقى عنده السنس موجود هو بيبقى عنده الاحساس اللي هو حسه داخله خارج الملعب اللعب ده امتى بيبقى كويس امتى بيبقى كويس ممكن يعمل ايه؟ ممكن ما يعملش ايه؟ انما للاسف ان احنا التقييم او التحليل خد اتجاهات تانية النهاية ده ممكن لو انت ما بتحب الشعام هو صيدة للستوديو والنهاية بزبط تفاهمي؟ فالامور بقت فيها شخصانة شوية انا بقول ان استوديو التحليلي ده يجب ان هو يكون تحليل فقط لغي داخل المستطيل الارضة التسعين دقيقة بس فقط لغي بزبط انما اطلع اتكلم بقى على مين يمشي مدىب ده يمشي المدىب ده يكون موجود لا اصي اللاعب ده خائج صهران اصي اللاعب ده مش عايفة عشان عنده ايه لا مليش علاقة خش في حاجات شخصية بالزبط انا راجل النهاية ده استوديو تحليلي بقى بتكلم فقط لغي داخل المستطيل الارضة وده احنا بنشوف استوديوهات كبيرة كويسة بالزبط انما عندنا احنا هنا طبعا تدخل بمي على بطيخ انت ممكن تقول هو اكلة تقيلة اكلها فمخليان نهايضة تقيل لا للأسف طبعا في حاجات كتير احنا بنشوفها خائجة عن الناس طبعا زي ما انت بتقول فعلا انا بتكلم في التسعين دي فقط لغي ما خائج الملعب انا مليش علاقة بي ده الاستوري التحليلي المفروض اللي يكون محتاج ايه تاني قبل ما نختم بس خلاص الامضة جيب لي حاجة تانية الامضة بقى الامضة نشي العميد بقى العميد عايز نكتب ايه العميد العميد ده اه العميد معلش ميش طبعا انا عايزك تساعدني بس عشان اصعدك فيه قولي تعال اهو الجنب تاعي تعال هنا تعال جنب تاعي شد بقى دي كده الله وحط سجل التاريخ وحط تحتها عميد العميد اهو اهي لا امسكها معايا اهي اهي عميد العميد العميد تحتها تلات خطوط دي لا حط بعدها تحتها خطوط زي ما انت عايز طب يعني احنا هنا يبقى معانا ستة وعشرين ديف هيمدوا فين اهو انا انا فاكي انا فاكي انا فاكي انا قبلية انا بس بحدي لا بس بس لو كنت قلتلي طب هجيبلك واحد هجيبلك واحد اهي شكرا يا كابت اهي بنا خليك كابتن احمد حسن عميد لعيب العالم شرفتنا ونورتنا ومبسوطين جدا انك كنت معانا النهاردة يبقى بيني لو حسن حسن جايلك شكرا يا كابتن احمد ونشوفكم الحلقة الجاية فما يصحش كده اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة